بعد أسابيع من الحصار غادر أخو المدنيين من النساء والأطفال والمسنين مصنع أوزفستال الصلب مدينة ماريبول الساحلية الرئيس الأوكراني قال أن جهود الإجلاء ستركز الآن على إخراج الجرح والمسعفين بعد أن تم إجلاء جميع المدنيين المحاصرين في المصنع إلى مكان آمن تم إنقاذ أكثر من 300 مدنيين من مصنع أوزفستال سنركز الآن على إجلاء الجرح والمسعفين ومساعدة السكان في أماكن أخرى في ماريبول والتجمعات السكانية المحيطة بها في الوصول إلى بر الأمن من جهة أشار القيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية لا تزال تحاول اقتحام المصنع للسيطرة على آخر المواقع في المدينة الساحلية الاستراتيجية المطلة على بحر آزوف ويعود مصنع الصلب للحقبة السوفيتية وآخر معقل القوات الأوكرانية في المدينة وتحت وطأة القصف المكثف حوصل المقاتلون والمدنيون لأسابيع في المخابئ والأنفاق العميقة تحت أرض المصنع دون ما يكفيه من الطعام والماء والدواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر